هو علم الجزائر عمره أكثر من 64 سنة لا يزال يحمل قصة وذكريات بطلها شهيد اسمه بن عد سعد تركه وهو في الثلاثين من العمر أمانة لزوجته قبل أن يلتحق مع الخاوة لمحاربة الاستعمار الفرنسي الإعلام هذا يهربوا بهم السجن وطلعوا على الجبل وديه سلاح أعطوه له وقالوا له ها هو مجهدين قالوا له حافظ به لهذا احنا حطيناك الجزائر أمانة بنيديك حكما بويت جابوا له ماء قالها أنا نتنقل قالوا ما نعرف نموت ولا نعيش قالها خبيه قالت له ما نكفين خبيه قالت له الدارة هم يفرقتوها لك كل يوم قالت له قهوة والسكر قالت له سيحهم قالها دبري راسك حكمته ما ديرت له خيط هنا ها وتقطع منها ديرت له خيط هنا واحد هنا تلبسوا علحم تثني ها كذا ها وميمتي ها وتقطع لها منها ومنها تثني وتلبسوا تعقد وتقلب قشها عائلة الشهيد استقبلت منظمة أبناء الشهداء لبلدية ذراع القايد التابعة لولاية بيجاية وأبت إلا أن تكرمها بإعطائها هذا العالم الذي حمل في طياته قصصا وأحداثا تاريخية ليحول من إرث خاص إلى إرث عام بفضل هؤلاء الشرافاء الشهداء استرجعنا هذا الحق المهتصب واليوم كما وصهم باباهم باش يحافظوا عليه رأيهم بالغنى الأمانة يعني يحبوا يحولوه من إرث خاص إلى إرث عام الهدف انتعنا والذي وضعناه واسترناه أننا نقوم بإنشاء متحف بلدي لوضع هذه الأشياء هناك ونحافظ عليها لتبقى نيبراس وطريقا ينير يضرب الأجياء القادمة إن شاء الله هو علم الجزائر الذي يحمل قيمة في نفسية كل جزائري يعتز بهويته وانتمائه ليبقى علمنا يرفرف عاليا في بلد المليون ونصف المليون شهيد اشتركوا في القناة